طالب السيد الصدر شد قيمة هل هو جس نبض على جراية برفضهم لم يكن يعلم بهذا الرفض كان مستند على شيء من الصداقة برأيك بهذا التحالف الثلاثي تحية لحضرتك سيد رائد ولي الدكتور عصام وللأستاذ شيروان وللجمهور المتابع في الواقع هذه هي العملية السياسية هذا هو العمل السياسي وعالم المتغيرات التي ليس لها منهجية ثابتة يعني ما يكون لها منهجية ثابتة وبالتالي دائما المصالح ما تكون هي حاضرة والمصالح قد لا أقصد هنا مصالح السيادة والديمقراطي الكردستاني بل قد يكون الأمر فيه مصلحة لحتى التيار الصدري وحقيقة احنا تابعنا على مدى يعني الشهور العشر الماضية هذا الانسجام ما بين التحالف الثلاثي إنقاذ وطن نعم هو السيد مقتد الصدر هو من طلب من حلفاء أن يكونوا أحرارا وهو من تحمل مسألة خروج التيار الصدري من البرلمان الآن ما ألحظه أنه الاتزامات في طيات البيانات والتغريدات التي صدرت من الإطار من السيادة ومن الديمقراطي الكردستاني ما يزالان يحفظان الود للتيار الصدري مسألة يعني وجودهم بالبرلمان هي مسألة مهمة سيكون لهم تأثير في الدفاع عن التيار الصدري قد يكون التيار الصدري يعني خسر 73 أبناء ما أنا أتفق مع كل الطروحات التي تقول أن التيار الصدري خسر بنفسه هو بإرادته بمحض إرادته هو خسر وجوده في البرلمان ولكن بنفس الوقت هو أيضا لديه رؤية جديدة أراد أن يحرج الإطار التنسيقي وأيضا يلفت انتباه الشارع ويبني رأي عام تابع له هذا الرأي العام الذي يقوم على أساس شعارات ومنهجية التيار الصدري بضرورة الإصلاح بضرورة القضاء من هذا الروتين الموجود التوافقية التي أوصلت البلد إلى أعلى بلد في الفساد بالعالم أكثر بلد يعني في الفقر طيب أروح لهذا الفاصل وبعدها أخذ رأيي الأستاذ شيروان لكن نضح فاصل رحين شوية وراجعين